بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن اهم سبع تفسيرات لرؤية الحصان في المنام. هنتكلم عن رؤية الحصان بشكل عام وكمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. اولا الحصان بشكل عام من الرموز اللي بتدل على مال. وعلى آآ مال آآ حلال. كمان من الرموز اللي بتدل على آآ سلطة وعلى مكانة آآ مرموقة للرأي. وعلى آآ قدوم آآ خير. كمان آآ ركوب الحصان في المنام آآ برضو من الرموز اللي بتبشر الشخص بآآ مكانة وي بتولي آآ منصب ومنصب مهم في آآ عمله. آآ كمان الحصان آآ لما يشوف الشخص الحصان برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم خير كتير. وكمان آآ سعادة. آآ رؤية الحصان آآ من الرموز لما يشوف الشخص حصان جامح او مش قادر يسيطر عليه فاحيانا بيدل على آآ انه بيرتكب معصية او بيرتكب آآ زنب. لما يشوف انه بيمتلك آآ آآ حصان والحصان ده توفى او مات آآ ف للأسف من الرؤى اللي شوية بتكون غير محمودة اللي ممكن تدل على انه هيحصل امر سيء في حياة الرأي. آآ كمان لما يشوف الشخص انه هو بيرتدي ملابس اللي الفروسية ما دي من الرموز اللي بتدل على العز وعلى الجاه وعلى آآ سلطان آآ كمان لما يشوف ان في مجموعة كبيرة من الخيول آآ جاي عليه من بعيد فده بشارة لي آآ بقدوم آآ خير وبقدوم خير آآ كتير آآ هيحصل عليه في الفترة المقبلة. كمان لما يشوف الشخص انه بيشرب لبن آآ آآ الخيل آآ آآ رؤية شرب لبن الحصان في المنام فده برضو بشارة بقدوم خير وخير كتير لي الرأي في الفترة المقبلة. لما يشوف ان هو بيمتلك حصان ويشوف ان الحصان ده حصان جامح مش عارف يصيدر عليه آآ فاحيانا بيدل على ان آآ الشخص او الرأي ده نفسه بيتصف بآآ التهور بيتصف بآآ انه بياخد آآ تصرع انه بياخد قرارات او بيفعل اشياء يمكن بدون وعي او بدون آآ تفكير كفاية فعلي ان هو يتأنى شوية آآ كمان لما يشوف ان هو بيمتلك حصان والحصان ده بيقفز آآ فوق الحوافز او آآ في سباق يعني ويشوف انه آآ انتصر في السباق ده او حصل على الفاس في السباق ده فمن الرأي اللي بتدل على ان الشخص هيحق انتصارات في حياته كمان انتصارات دي هتكون انتصارات متتالية وهتكون كتير آآ كمان لما يشوف انه هو فاس خلاص في المسابقة دي فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على شيء كان بيتمنى او شيء آآ يعني هيصل لشيء كان آآ بيطمح لي لما يشوف الشخص انه هو بيمتلك حصان ويشوف ان الحصان ده هرب منه او انه هو مش عارف آآ يمسكه فللأسف من الرؤى اللي احيانا بتدل على خسارة آآ ممكن لو كان هو تاجر فممكن تدل على خسارة في آآ تجارته او خسارة في ماله آآ او انه لو كان متزوج فمعنى كده انه هيتزوج من امرأة شوية مش هتكون آآ طوع ليده او مش هتسمع آآ كلامه. الحصان كمان للمرأة المتزوجة من الرؤى اللي بتدل على قدوم آآ خير وخير كتير وسعادة آآ كمان آآ آآ من الرموز برضو اللي بتدل على انها هتحصل على راحة يمكن بعد تعب او بعد مشقة. الحصان برضو للمرأة المتزوجة لما تشوفه ان هو داخل البيت عندها فده قدوم خير وقدوم آآ رزق. ورزق كتير هيأتيها في الفترة المقبلة. الحصان كمان من الرموز اللي بتدل على الحمل وعلى الحمل في آآ زكر والله اعلى واعلم. لما تشوف ان هي ركبة الحصان والحصان ده ماشي آآ بسهولة ويآآ دوع آآ لي امرها فمعنى كده ان ان شاء الله هيحق لها امر كان آآ في تعصر. ان شاء الله الامر ده هيسر لها وهيحقق. آآ كمان الفتاة العزباء لما تشوف ان هي آآ معاها آآ حصان ابيض في المنام. فدي برضو من الرؤى المبشرة آآ بتحقيق شيء كانت آآ بتتمنى. كمان لما تشوف ان في حد آآ بهديها بحصان او انها شترت آآ حصان. فده آآ خير كتير هيجي من وراء الشخص ده. كمان الحصان للأسف رؤية الحصان الميت او الجريح للفتاة العزباء من الرموز اللي بتكون غير آآ مستحبة. ده ممكن تدل على ازمة او شيء سيء ممكن تمر آآ به. المرأة الحامل كمان لما تشوف الحصان فده بشارة لها بولادة وسهلة ونجاح آآ ليها ولطفلها. كمان اللواء الحصان الابيض من الرموز اللي بتدل على الانسة والله اعلى واعلم. والحصان الاسود من الرموز المبشرة لها بالزكر. آآ كمان رؤية الحصان الابيض في المنام برضو من الرؤى اللي بتدل على تحقيق آآ اهداف وتحقيق طموحات آآ لي الرأي آآ كتير. آآ كمان رؤية الحصان برضو آآ لما يشوف الشخص انه آآ آآ راكب على حصان فآآ برضو من الرموز اللي بتدل على القوة الشخصية. كمان من الرموز اللي بتدل على حصوله على منصب او مكانة او ترقية آآ في آآ عمله. الحصان اللي بني كمان من الرموز اللي بتبشر بقدوم آآ خير وكمان من الرموز اللي بتبشر الفتاة العزباء بالزواج. الحصان كمان آآ من الرؤى اللي بتدل على قوة الشخصية اللي الرأي. لما يشوف ان هو قادر آآ يعني سيطر على الحصان فمن الرؤى اللي بتدل على انه الشخص ده شخصيته قوية وقادر يسيطر على حياته من جمال الجهاد. آآ كمان الحصان برضو لما يشوف الشخص انه بيمتلك مجموعة كبيرة من الخيول او من الحسنة. فبرده من الرؤى اللي بتدل على آآ آآ قدوم آآ خير وقدوم بشارات آآ ليه الرأيب. الحصان كمان بالنسبة للرجل لما يشوف آآ في المنام آآ برضو من آآ كمان للرجل بشارة ليه بآآ لما يشوف انه هو راكب فوق حصان فبشارة ليه بآآ منصب هو هي يحصل عليه. لما يشوف انه بيتشاجر مع آآ آآ في المنام فمن الرؤى اللي شوية آآ ممكن تدل على ان الشخص بيعمل اخطاء او بيعمل سلوك غير آآ مستحب او بيرتكب زنب او بيرتكب آآ معصية. رؤية الحصان اللي شكله حلو ومنظره حلو فليه الشاب الغير متزوج بيكون بشارة ليه الزواج. آآ لما يشوف الشخص برضو انه آآ ان في حصانة بتدخل ليه بيت وفتا قدوم خير ليه وقدوم آآ رزق وقدوم حياة آآ سعيدة فيها خير وفيها آآ نعم. آآ ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الحصان في المنام. اتكلمنا عنه بشارك العام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او آآ استفسار اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله اردت عليكم. بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.